اشتركوا في القناة 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 اله نيجاتيب لان من 100 سنة او من 50 سنة مثلا كانت ان واحدة تبقى نيجاتيب كانت تبقى مشكلة كبيرة عايزة تلاقي راجل على الفرازة بقى انه يكون نيجاتيب بور اخر وليفهم لحيانا دلوقتي الدنيا تحلت خلاص يبقى دلوقتي عندي فيه سيستمز كتير جدا فيه طرق اعسم ده البلاد بيروب كتير جدا لكن اللي يهمنا حاجة اسمها اي بي او سيستم وحاجة اسمها ار اتش سيستم طيب افهم ده ال اي بي او سيستم ده نظامه ايه عشان اربطهم ببعض عشان زميلكم يقولولي يعني ايه ايه يعني ايه اي بي نيجاتيب ركزوا معي اذا ال اي بي او سيستم انا عندي دلوقتي اذا ال ريت بلاد كورباصي اللي هي القرات الدم الحمرة على السيرفس بتاعها في سيرفس انتجين ايه والبلازمة فيها ايه اكسمه ضده اسمها انتي بي يبقى لو فيه سيرفس انتجين ايه والبلازمة بتاع هذا الشخص فيها انتي بي يبقى في الحالة دلوقتي اقول عليها بلاد جروب ايه انا ده سمي كورات الدم الحمرة تابعا للسيرفس انتجين يعني لو سيرفس انتجين ايه بس وما فيش انتي بي في البلازمة وانتي بي اللي موجود في البلازمة دول عليها دي واحد فاصيلة دمه ايه طب لو واحد تاني على قريات الدم الحمرة في سيرفس انتجين بي والبلازمة بتاعته انتي ايه ما ينفعش السيرفس انتجين يكون زي الانتباضي في البلازمة لو واحد السيرفس انتجين بي يبقى لازم البلازمة بتاعته يكون انتي بيه في الحالة دي اتقول عليها بلاد جروب بي طيب لو واحد دينا نشوف الاربس اس بتاعتي لقينا سيرفس انتجين ايه وسيرفس انتجين بي والبلازمة ما فيش فيها ايه انتي بيبقى بقول عليها بلاد جروب ايه بي لو واحد ما عندوش لا ايه ولا البي سيرفس انتجين على الاربس اس ده بقول بلاد جروب زيرو او بقول عليها بلاد جروب او يبقى دي تعني زيرو ما عندوش surface antigen A ولا B يبقى دي اول حاجة لازم اعرفها بسمي في عندي A عندي B عندي AB عندي O A يبقى في surface antigen A وanti body anti B ال B يبقى surface antigen B والanti body anti A ال A B يبقى surface antigen A هو B وما فيش anti body في البلازمة ال O ما فيش surface antigen لكن فيه anti A وanti B في البلازمة من الاشهر لو انا جت دلوقتي وقلت وليكن انا قدامي وليكن 100 طالب او 1000 طالب مثلا وجيت اشوف فصيل الدم تتوقعوا اكتر واحدة فينا تبقى مين ال O وشوفوا العظمة بتاعة ربنا من رحمة ربنا وهنا اعرف ليحانا ال O شمعة افتكروها كده ال O شمعة تحترق من اجل الاخرين يعني ايه تدي الكل وما تاخدش اللي من نفسها غلبانا بتدي وما تاخدش اقلهم الرخمة مش انت ال A B ال A B انا نية انا نية تاخد من الكل تسحد لكن ما تديش اللي المين للي زيها بس شايفين يا جماعة طيب يبقى لان انا هتطلوقوا سؤالي مسكيوه في الاخر هنشوفه اكتر واحدة ال O بنلاقيها كان سبعة واربعين في المية يليها ال A بنسبة كان واحد واربعين في المية يليها المين ال B كان تسعة في المية اقلهم ال A B بنسبة كان تلاتة في المية يوم الترتيب O A B A B ها واضحة O A B A B هو اظم سهلة O اللي هي الاشهر O بعد كده A B جمعوه مع بعض بيات A B واضحة الصورة يا جماعة كلام كويس يبقى دا ال A B O System طيب لو انا جيت بقى اقول ركزوا يا جماعة لو انا اقول واحد فاصلة دمه ركزي عشان انت هيبقولي وزميلتي كانت قول واحد فاصلة دمه O نيجاتيف تعني ايه سهلة تسيقل فيه O نيجاتيف همسكها الاولة هو O لان مافيش سيرفس انتجين لا ايه ولا B لكن عنده انتي ايه وانتي بيشل بلازم يبقى ديه كده O طب نيجاتيف ليه لان ماعندوش مفيش سيرفس انتجين عنده فعشانك يبقى O نيجاتيف والو نيجاتيف ده يونيفيرسال دونر يعني بيدي للناس كلها لكن ماياخدش انا من نفسه بس طب ال A B لو قلت A B A B A B تعني ايه ان عنده سيرفس انتجين A وسيرفس انتجين بي لكن ماعندوش لا انتي ايه ولا انتي بي في البلازم يبقى ده A B يعني عنده سيرفس انتجين A ها عزه شاطرة انتا بي وعندك السيرفس انتاجين للر ايكش ولا ما عندك ايش? عندك انت op shatranto. انتshelf? اه اه. وانتاجين اا وانتجين ما فيش في الغيام? شاطر. ما فيش انتا اي ولا انتا في الغيام ولوانتا في البلازمة. هل عندك سيرفس انتاجين ال her لا شاطر. يعني لس عنده ال år ايكش لو عنده سيرفس انتاجين ر ايكش يطقى بوزتيف وده تمانين في المية من البشرة. لو ما عنده surface antigen RH يبقى negative. وده خمستشاف في المية اول لعشرين في المية. تاني منتهى البساطة يا جماعة. انا بسمى اي بلاد جروب تابعا ليه? لحكتين هنا. ال A B O system وال RH system. لو انا قلت فاصيل الدم B negative مثلا. هو بي ايه? لانه عنده surface antigen B. لكن في البلازمة بتاعته anti A. طب negative تعني ان ال RH بتاعته negative يعنيش موجودة. مفيش surface antigen RH على البلازمة. طب مثال تاني O positive. O يعني zero يعني ما عندهش لا surface antigen A ولا surface antigen B. لكن عنده في البلازمة anti A وanti B. طب positive تعني ايه? تعني انه عنده surface antigen RH. طب ركزي بقى عشان قلتلكم المشكلة الفضيعة اللي كانت من خمسين سنة. تخيلوا واحدة بتحب ابن عمها وكانت عايزة تتجوزه وبعدين عرفت انها O negative. او اي فاصيل الدم negative. وجمي اعماله اللي هيتجوزها ل O positive. من خمسين سنة. كانوا يقولوا له لا خلاص ما ينفعش. هاتهت العيال اللي هيجيو لكم كلهم هيبقى في مشاكل. صح? لكن حديثا ايه اللي حصل ده اللي عايزة اعرفه? ايه المشكلة دي اصلا? حدا اسمها اريثروبلاستوزيس فيتاليس. او RH الكمبتابيليتي. اريثروبلاستوزيس فيتاليس. احنا عارفنا ان الريت بلاد كورباست اسمها اريثرو صغير. اريثروبلاستوزيس يعني جاء من كلمة اريثروبلاست. دي مرحلة من مراحل تكوين الريت بلاد كورباستو. اسمها اريثروبلاست بتبقى نيوكلييتة سيل. الماتيور سيل يعني خالية مش نتجة. فيتاليس جاء من فيتس من جنيل من عيل لسه ايه? ها? فيتس عيل لسه اتبط نمه. جنيل. اريثروبلاستوزيس فيتاليس. عايزة اعرف في الباصو في السيولوجي بتاعك. زي ما بقول يا جماعة عشان تريحوا دماغكم. ركزوا في الكلام اللي بقوله ده المطلوب. اللي انت تقريف كتاب مش قرآن ان انا سمع كل كلمة. لكن رب اساهم انا بكتلم على ايه? قلوب في غذكم. زي ما تفهمتوه مني. عشان مش حد يقول انا بكتب تلاث سطور ومكتوب اربعة مش بنعد كلمات ولا بنقسم الشبر. واتحت الصورة. فما دي اقول الباصو في السيولوجي. ركزوا معي. واحد اتجوز واحدة اتجوز واحدة اتش نيجاتف. هو اتش نيجاتف عنده سيرفيس انتجين اتش. وهي اتش نيجاتف يعني ما عندهاش. اول حمل ربنا يرزوهم بوه لو صدفت انه ر اتش نيجاتف هو الاحتمالات عندنا بس مش عايزة اكترس الكلام انه ممكن يكون ر اتش نيجاتف العين الجنين لفيتاس او ر اتش نيجاتف. لو صدفت حظهم العاتر ان كانوا الطفل ر اتش نيجاتف. ايه المشكلة? العين الاولاني ما عندهاش اي مشكلة خالص. هيتولد طبيعي و بقى طبيعي مفيش مشكلة. لكن ساعة الولادة البلاسيمتر تتخلع من الام اللي هي الايه المشيمة ففيه شوية دم من الايه من الجنين هيهرب على دم الام هو وهي وهي هر اتش نيجاتف اكيدنا عملت انكمباتابل بلاد ترانسيفيش اللي هتكلم عنه كمان شوية يعني دم مش ملائم مش ملائم للايه للنقل فهيستثير الجهاز المناعي بتاع الام انه يكون اجسام مضادة الاجسام المضادة دي هتبقى موجودة في دم الام الولد الاولان عمل عملته ومشي هو نزل سليم ما فيش عند مشكلة لكن هيسبب مشكلة لاخه اللي جاي بعد كده او لاخته اللي جاي بعد كده في الحامل التاني الام كانت جاهزة عندها اجسام مضادة لو لحظاها العسر بردك العيل التاني كان ار اتش مزدف لو العيل التاني ار اتش نيجاتف ما فيش مشكلة لكن لو العيل التاني صدفة المقار اتش بوزتة الاجسام المضادة المتكونة في ايه في دم الام هيتنقل من عن طريق البلاسنتا للعيل الصغير يحصل حاجة اسمها انتيجن انتيباضي راكشن يعني ايه الانتيجن هينسك في الانتيباضي يسبب في تكسير كوريات الدم فيعمل سيفير انيميا انيميا جدا العيل التاني ممكن يبقى ينزل عنده سيفير انيميا ونتيجة تكسير كوريات الدم الحامرة ممكن يحصل حاجة اسمها الجوندس اللي يصفها لان البلوروبين هيطلع العيل التاني ممكن يعدل سيفير انيميا والتلام من ده العيل التالت هينزل بقى ايه ماله ينزل ميت لان اجسام مضادة من العيل التاني كمان الارض يسيز من العيل التاني رح عطل الام كمان فزودت الاجسام المضادة فالعيل التالت لو اقوى ارقيتش بزة الضردت هينزل العيل ده حصل سيفير ايه سيفير انيميا والعيل ينزل ميت يصل استيل بير فواحدة تقولك ايه تتعرف المشكلة ازاي واحدة تقولك انا ربنا رزاقني بعيل العيل التاني ينزل ضعفان بعد كده اي عيل يجي ينزل ميت وضحت الصورة فكات مشكلة يبقى بصوا على الصورة كده يا جماعة يبقى الصورة دية اجا الجنين الاولانة هو كان الارض والام ارقيتش نجاتي ساعة الولادة شوية اربيسيز رحت للام اهيه اللي بالبوزوتف دي عملت اجسام مضادة اللي بالاخدر ده في العيل التالي الاجسام المضادة انتقلت من الام للجنين عملت انتجن انتيباضي راكشن كسرات للاربيسيز عملت سيفير انيميا للطفل فينزل العيل ايه التاني عند سيفير انيميا العيل التالت بقى الحكاية بقت زيادة عن اللذوم فممكن ينزل ميت اخر او ينزل عايش ويموت خلال ساعات طب ركافوا معي بقى دي فكرة الاريثرو بلاستوزيز فيه تبنعها ازاي زمان كنا بنقول مفيش واحدة ار ايش نيجاتف تتجوز واحد ار ايش بوزر بس ده يعني ايه مش هنقدر نحكمها اتهفت في عقلها ومش عايزة تتجوز اللي ده خلاص وهو تهفس عقل ومش عايزة تتجوز اللي دي صح الكلام فنش نقدر نحكم العملية دي تخصوصا بان ربنا كرامة بحاجات نحل بقى المشكلة صح الحمد لله شايفها بتقولها من قلبها ازاي الحمد لله والحمد لله على كل شيء ربنا يا سيدي تنملكوا على خير ما علينا بس يا بنتي بس يا بنتي ركزوا معي ركزوا معي بس بس يا ماما بس اسألها بعد ما نخلص يعني بنعنى واحدة واحدة لا قدر الله احتاجت نقل دم لأي سبب لازم وانا بعمل بلد ترانسفيوجا النقل دم اتكد انه لقى يا قمباتابل يعني ملائم لو هي ار اتش نيجاتف اما تاخدش الا من ار اتش نيجاتف لو هي ار اتش نيجاتف تقدر تاخد من النيجاتف والبوزر لكن اهم حاجة لو هي ار اتش نيجاتف متاخدش من ار اتش بوزر بس يا بنتي ها ها في ايه لا لا استني فيه يا بنتي ايه مالي? طب تركز انت نمتي ولا ايه? ايه? تاني حاجة. طب افرضوا بقى واحدة خلاص اركزوا معايا جماعة. واحدة خلاص هي ار اتش نيجاتيف وجزها ار اتش بوزز. الحل ايه? قالوا خلي بالكم. قال لك ربنا ما يرزقهم بايه بحامل? في عدلوقتي طريقة ان انا نعرف العيل ده هل هو ار اتش نيجاتيف ولا ار اتش بوزز. لو ار اتش نيجاتيف ما فيش مشكلة مش هنعمل حاجة خالصة. طب لو ار اتش بوزز. اعمل ايه? هل ايه دي فيرست ار اتش بوزز فيه تصيب ان اول عيل الاولان ار اتش بوزز. انتي دي انتي باديس اللي هم انتي ريسس فاكتور انتي باديس. بندي اجسام مضادة لريسس فاكتور. نحقنها للام في خلال تمانية واربعين ساعة. ليه? انا هاحقن اجسام مضادة. الاجسام مضادة ديك لل ار اتش فاكتور هتدخل تمسك في ايه في الشوية ال ار بي سيز اللي ده خلوم من الطفل. فخلصنا كده منعنا الجهاز المناعي من الام انه كمان اجسام مضادة. يبقى بالتالي الحل بسيط. نقول لها يا ست لو تأكد ان الطفل اللي انتي قلتتيه ار اتش بوزز في خلال تمانية واربعين ساعة لازم تاخد الحقنة الفلانية دي. اللي هي فيها انتي دي انتي باطس. الانتي دي الريسس فاكتور هتدخل على الدي فاكتور او الدي انتيشن او ار اتش انتيشن مش مشكلة. طيب. حصل با واحدة ما كاتش تعرف ولا كات بتتابع ولا تعمل. وصدفة ان ولد تعيل خلاص عنده ومشاكل وهيموت لو سبناه. اتصرف ازاي? هعمل له بلاد ترانسفيوجن. بس بلاد ترانسفيوجن له اسم مستلح كده اسمه اكس تشينج ترانسفيوجن. يعني ايه? هغير دم. هغير الدم ازاي? هصفي. وهفضن الدم. وبعدين هحقل له دم. من لو صفته هيموت. انا بعمل ايه? ركزه. جرادي والربلسمنت. جرادي والربلسمنت. او بابس بلاد وز ار اتش نيجاتيف او جروب. اللي بقول عليها اكس تشينج ترانسفيوجن يعني ايه? هحقل من اسحب منه كمية صغيرة? وادينه كمية من ال ار اتش ال او نيجاتيف بلاد جروب. انا قلت حاجتين مصطلحين ما تنسوهمش. قلت اليونيفيرسال دولار ال او نيجاتيف. ال او نيجاتيف شمعة تحترق من اجل الاخرين تجدل كل وانتم مغنضين. ليه? ما عندهاش لا سيرفس انتجين ايه ولا بي ولا ار اتش. فما فيش مشكلة. ال ايه بي يونيفيرسال ريسيبيان ايه بي بوزتف. ليه? لان ما عندهاش لا انتي ايه ولا انتي بي ولا انتي دي. اللي هو انتي ار اتش. فتقدر تاخد من الكل. وتحط. ركزوا في حتة دي. يبقى الاريثرو بلاسولس فيه تالس. بيتحتاج نقل دم اللي هو ال او نيجاتيف. واتحط? كلام كويف. يبقى في الاريثرو بلاسولسي تالس. الكلام تعال البسو فيسيولوجي. طب انا قلت اكس تشينج ترانس فيوجن. وولتلكوا ده نوع من انواع البلاد ترانس فيوجن. حد يقدر يعرف لي يعني ايه بلاد ترانس فيوجن? ها? ما تتخنقوشي. اه ما عايز واحدة واحدة ترفع ايه? ها? يلا يا بنت. ها? يلا. مين? انا شايف الناس كلها رفعة عادية ولا بيتها ايوات. ها? قولي يا بنت. بيل فرنساو. بصوا يا جماعة اللي عايز يقول حاجة قولوا اللي انتو عارفينه. قولي يا بنت. يعني ايه بلاد ترانس فيوجن جال? بس ما تقولي ليش نقل دم. قولي اهو. قول. قولي اهو. قول. اه بوصله لاين. اه اول واحد بيخرج. يعني لاين بالمسطرة ولا لاين بايه? يعني زي جهاز ورين دي بقى متعلاق بحاجة. ماشي. بيخرج الدم. بيخرج دم مش. اسمعي يا بنت. بيوصله الدم عشان لو منا وصلنا رسمكم مش ترفوتهم باعبار. دي ببقى يزمع عن المسطرة دية الدم. شاطرة شاطرة. ها منك بس هنقول خلي بالكم الكلام اللي بتقوله مش صح طبعا. بس ايه? هنشوف. يعني بالله عليك. تركزوا معي يا بنت. بس يا مام. بس يا حبيب. صبوري بس. يعني انا دلوقت. تركزوا يا بنت. لو واحدة عايزة نقل دم. هجيب واحد من الشارع. او واحدة من الشارع. او لا انا منفرحة يلا. هنجه هنكى الجهاز. خط للم ليه. طب نسمع رأي تاني ماشي. ها نقول يا بنت. اقول حقيقة ما نكون عايزة الدم. هم? بشوفي القصيرة اللي هي بتاع الوريد اللي عايزة محتاجناني دمه وباخد كيس الدمه بيترشح ويترشح ويترمم ويتعامل ماشي. ماشي قولي قولي ها. بس يا بنت. ها. قولي قولي. بتركبي للدم محلول ولا بتركبيه زي المحلول. ماشي حبيبتي. شطرة. مين تاني عايزي يقول. مين يضل الدلو? هقولي يا بنت الفراخ. بس عل صوتك. كلام حلو. انتو بتقوله كلام كويس شطرة يا بنت. اسمعوا بقى الكلام ده لكم كلكم. بس يا بنت. بس بس بس. يعني ايه بلد الترانسفوجيا مركزوا معي يا بنت. مين اعرف ديفينيشن. انديكيشن بريكوشن كومبليكيشن. ديفينيشن يعني اعرف. انديكيشن يعني مين اللي مقله دم. بريكوشن احتياطات. كومبليكيشن ايه مشاكل نقل الدم. ديفينيشن. البلد تانسفوجيا الحاجات المهمة ماينفعش معرفهاش. بس زي ما بقوله وعيد وزيد واكرر. ركزوا في التلام اللي بقول انا مش كل كلمة مكتوبة او معمولاتها باتة شوها المطالبين بها. على قد ما بقول لان المعلومات كبيرة جدا كتير. لو فتحنا في كل كلمة اكتوه. فركزوا في اللي بقوله. فتحب السورة. يا شملولة مفيش اكتر تلخص من الداتة شو. يا شملولة اسمعوا بس يا رمتي. اسمعوا بس المطالبين. يا بص يا جماعة. انت عندكم الشرح عندكم فكتاب? عندكم تاتة شو تبصيط للكتاب? وعندكم كمان اسئلة بنقولها في اخر المحاضرة. انت زي ما قلت زي ما يكون اغلب الاسئلة ان شاء الله هتوب من الاسئلة اللي بنقولها. لكن لازم يبقى فيه برضك حاجات صغيرة كده زيادة وعارفينها بس ان الكلام اللي بنشرعها. تأكد ان الاسئلة لو انتم بذاكرين كويس. بس يا بنت. لو قلت قول اللي انت فهمها. زي ما انا اقول. بص شوف انا شرحتها ازاي ولا زي ما بقول. وضحت الصورة. شوف انا اتكلمت ازاي وشرحتها ازاي وقولي زي اياه. مش قرآن تسنعي الكلام اللي مكتوب. طيب نبدأ بديفنش. بس يا بنت. يعني ايه ما ان انا اعمل ايه زي ما زميليكو قالت? ان انا عندي واحد محتاج نقل دم. يعني ايه نقل دم بقى? ان انا بضخ دم المين لهذا الشخص. يبقى انفيوجن او يا اما هول بلد كل الدم او بس يا بنت. بلد كومبول انت زي مشينا قولت البلد دي عبارة عن فيه بلازما وسيلف? ممكن ا نقل بلازما? ممكن ان نقل؟ ممكن انقل ريسيز? ممكن انقل بلد تابعاً الحالة. هنا. انا ما بركب آآ كيس دم العيان. بوصله بالارتري ولا بالفين? ليه بالفين? ليه مش الارتري? دي مؤكسج وده مش مؤكسج. ايه المشكلة? ركزوا معي جماعة في النقطة اللي جاية دي. بص 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 عشان الكلام ده هنقوله واحنا بنتكلم في كاردوناس كلها كمان شوية. مهمة جنت انتم بعرفين النقطة دي بس يا بنت. حتى بنقول هكابوا جهاز وريد. شميعنا ليه المحليل هكابوا في دي مهمة قوي. ليه بنكب المحليل للوريد مش للارتري? ليه بنحط دم نضيفه للوريد مش للارتري? وتحط صورة لان الفينز اللي بتمتاز بانها حاجة اسمها كباسي تنسي فيسل. كباسي تنسي يعني ايه? لها المقدرة انها تتحمل الكمية كبيرة من الفلويد او الدم ويزود ماركي دي تشينج ان بلاد بريجر. يعني الضغط الدم مايزدش لو انا حقامت كمية الدم اكترة في الفين. لها المقدرة انها تتمدد. بتاكموديت. تستوعب. كمية دي كبيرة من الدم ويزود ماركي دي تشينج ان بلاد بريجر. ولو سحبت دم من الفين لها المقدرة انها برضا بتحافظ على البلاد بريجر. مايكا باستاس. بتشتغل كبلاد ريزرفوار. هنتكلم معنا كمان شوية واحنا بتكلم في كاردوباسكرا. الارتري بقى تخيله. الارتري لو سحبت كل مل دم بسحبه من الارتري بيقلل البلاد بريجر والمليميتر ميرتري. وكل كمية الدم هحقنها للارتري تزود البلاد بريجر والمليميتر كارثة. لو انا سحبت دم من الارتري كمية كبيرة او حقنت في الارتري ممكن امعطي الشخص ويتحت الصورة يا جماعة. يبقى بالتالي البلاد ترانس فيوجن ان فيوجن ان انا ايه هحقن او اعطي. احنا اوقات بنسحب عينة دم من ارتري. بس ما بسحب بسحب كمية صغيرة قوي. ليه? لان اوقات بحتاج آآ غازات الدم. ده اخذ اقصى خمسة سنتي. اما تقلل البلاد بريجر خمسة مليميتر ميرتري مش كارثة. لكن مش هروح اسحب تلتمية ملي من الارتري يا نقط الشخص. او احقن تلتمية ملي في الارتري. في اسباب تانية بس انا مش هيس اوص عليكم الدنيا يا جماعة. في اسباب كتير او كمان. الارتري بانفل. انا مش عايز بصوا من البلاش نتوسع عليكم عشان ما اتهوش. لان اي كلمة هقولها هتوموا طلبين ده. ها فبلاش ازود عليكم المعلومات عشان ما اتهوش. في اسباب كتير لكن اهم سبب اللي انا قلت. بس يا رنتي خلاص. طيب الانديكيشن. ايه رأيكم? اي واحدة ماشية في الشارع. ها? تشوفيها تلاتة عالي انتي انا عايزة هبنقلك دم. او واحدة صاحبتك جت زورت في المستشفى. قلت لاتة عالي يا بنتي. اقدملك ايه ما عندنا الشاي ولا اهوة ولا حلبة ولا الكلام ده. تعال يا بدك الدم. ينفع. يبقى في حاجة اسمها انديكيشن. في دواعز امال مش الدوا. بنقول في انديكيشن للدوا الفلامي. في انديكيشن للبلد ترانسفيوجن. اول حاجة لو حصل مثلا هاموريش. نزيل. واحد اللي قدر الله تعرض لكار اكسنت حكسة. ونزف كمية الدم كبيرة. اي واحد هينزل كمية الدم هنقل له دم? لا. لو نزف كمية كبيرة او زي ايه? يبقى في اكتر من تلاتين في المياه من الدم اللي عنده. يعني في ماركة بلاد بلوث. في سيفير هاموريش. يبقى ده يحتاج له بلاد ترانسفيوجن. حاجة التانية انسيفير انيميا. سمعته عن انيميا الفول يا جماعة. ايه. لو لاحة لو كفل صغير. هو كوما في ايه في البويز. لكن ممكن يحصل في في الجيرل. لو حصل اني لقينا ان الهيموجلوبين ستة. هو الهيموجلوبين نورمال كان في الينجا عضل تميل مثلا. حوالين الاربعتاشر في الينجا عضل تميل. لقينا ستة. لأ اذا انا احتاج نقل دم على طول. وهنا زي ما قلت اهو يبقى في سيفير بلاد لوف او في سيفير قانين يعني فيه الاربستيز عبيبها الاقي 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 الاقي. تالت حاجة تورستور بلاد كونتنت. مش احنا عندنا قلنا في بلاد كونت. افردوا من البردرا اللي انتو ذكرتوها انا عارف ان انتو حظم. ما تتخنقوش عشان تقول لي يعني ايه بيردرا. في حالة البردرا البليتليت قليلة اوي. محتاج انقل دم. هنقل كل الدم ولا انقل البليتليت. هنقل البليتليت وضحت الصورة. طب في حالة الهيموفيلية الله يرحمها. عارفين الهيموفيلية? بس انا عارف انكم عارفين نزلوا قديكم. الهيموفيلية ركزوا معايا. فيه قليل قليل. يبقى محتاج انقل بردك ممكن انقل البلاس مبروتين او انقل الكلوتنج فاكتور. يبقى توريستور بلاد كونتينت زي البليتليت في حالات البردرا. او داد ارد سيس لو فيه سيفير قليمة ممكن انقل انا الارد سيس بس. او كولوتنج فاكتور زي حالات الهيموفيلية. او الحالة لسه نتكلم عنها الاريثرو بلاستوروس في ثالث. عملت استخدمت انقل الاريثرو بلاد جرب او او نيجاتل او كطير او او حاجه اسمه كربول مولوكسايد بويس. ايه كربول مولوكسايد بويس لي? احنا ببقنا في الشتاء هو جو وساعة واحد ابن حلال غالبان على قد حاله جو وساعة جدا راح جاب شوية ايه اه اه خشب ناشف. وقام جاي قعد في جوه القوضة وقفل الشبابيك وقفل لبواب. وولع وقعد يدفن. جميل الصبح لو اقوه ميت بس ايه وشه احمر تقولك الرجل تا في شيء لله تا عبد من اعباد الله الصالحين تا ميت ومشاء الله وشه مدور ومورد كده الدم بيفط لنه هم مش عارفين انه تسمم اول اكسيد الكربون الكربون منوكسير ده بيعمل ايه بيمسك في الاكسوجين اللي بيمسك في الهيموجلوبين ميتين وعشرة مره اكتر من الاكسوجين يما يمسك في الهيموجلوبين يعني ايه بيمنع ان الاكسوجين يمسك في الهيموجلوبين يعني هيمنع ان الاكسوجين يمشي في الدم وضحة الصورة فتلاقي ايه العيان بيعاني من حاجة اسمها سيفير هيبوكسا نتكلم عنها ان شاء الله نحن بيتكلم في الصبيريش مفيش اكسوجين مش كده وبس رخم انت عارفين المسأل اللي بيقول بلاشو المسأل اللي فيه جزء حرام لو لا بيرحم ولا بيخلوح مطابقات لو لا عازوا بالله واحد مثلا في مسجد وقال له يا جماعة احنا محتاجين من مبلغ علشان نعمل سجاب للمسجد مثلا فواحد قاعد لسه هيمديه ايه ده تجيبه عشان يطلع فلوس عشان يدفعها فاللي فريحه ابن حلال ابن حلال قوي يعني مصفي قام نخذ كده قال له يا اخد لا دفعه للجامع بيتك محتاجه يبقى لمنه هو دفع ولا خلنا اللي فريحه يدفع فالريخ من اللي هو كربور مونوكسايت ده بيمسك في الهيموجلوبين فيمنع ان الاكسجين يمسك فيه مش كده وبس تب يروح للهيموجلوبين اللي شاء الاكسجين يقول له اوعى اوعى سير الاكسجين منك اوعى تدلي التشف يعني بيمنع ان الجسم يستخدم الاكسجين الموجود يبقى لمنه اثاد ولا اثاب غير الفيد ففي الحالة ده هي كارثة محتاج دم تاني علشان يقدر يشيل الاكسجين وشيل التسمم ده فانا في الحالة دي لحتاج ايه بلاد ترانسيفيوجن عشان تو امبروذ اوكسجين كارينج كباسيتي او تحب انه يقدر يشيل الاكسجين يبقى بالتالي ما جاء اقول انديكيشن لو في سيفير بلاد لوس سيفير انيميا ماركت لوس اف وان امبروذ اوكسجين كارينج كباسيتي طب ركزوا معايا بقى لو جيت اقول الاحتياطات البركوشن اكتبت لاني هقول الحاجات اللي اقولها دي اللي مهتمين مهتمين بقى ومش كل كلمة مكتوبة اول حاجة عندي انا عندي المجن الدم يا جماعة عندي مسلس ها تعالي يا بنت ايه تباكي الافرح بابي تعالوا ها بيقى في هنا كده تعالي يا بنت ايه تفرحها بس ما تسافر ركزوا معايا يا جماعة تعال انتهينا بص بصوا يا جماعة زميلاتكم ها دية الايه اللي محتاجة نقل دم فبقول عليها ايه مستقبل زميلاتكم ده هي المتبرعة اللي هي الدولار زميلاتكم دية هي الدم اللي هناخده من الدولار ندلي الريسيبيانت ركزوا معايا اول حاجة هتكلم على الدولار الدولار هجيب حين لسه مولود واحد اسحب منه دم عشان اتبرع منه اجيب واحد عنده مية وتمانين سنة واسحب منه دم علشان اتبرع منه يبقى اول حاجة يبقى من تمنتاشر لستين يعني زميلاتكم دلوقتي تمنتاشر تقدر تتبرع احلف لسه في عوامل تاني يبقى ركزوا اول حاجة بصيت على السن من تمنتاشر لستين ده اول حاجة مش مجالب تمنتاشر اقول لها روح اتبرعك تاني حاجة الوزن لو جينا لوزنها هنلاقيها خمسة وخمسين كيلو اقل تسعة وخمسين يعني ان روح متبرع بقى تسعة وخمسين اه ازياد يكون على اقل ازياد من كم من خمسة وخمسين كيلو تالت حاجة اصلاع الضغط ضغط الدم لقيته طبيعي طب فينه لقيته عالي قوي ماينفعش او ماركب هايبوتنشن ولين قوي ماينفعش طب لازم يكون النورمال جيت اشوفي المجلوبين بتاعها ولما توقيت دول دلالة ها دلالة على ايه في اناميا ولا مافيش لو جيت اشوف اه التسعين في الماوردين في الماوردين مش مطلبين انا عايز اعرف التالت ان اه دي وايه دي ان ده دلالة على الاناميا انها ما تكونش اناميا يبقى اول حاجة اتطممت على السن على الوزن على الضغط وشفت في اناميا عندها ولا لا ايه كمان باخد عين الدم منها واشوف مش علشان انقل دم منها انقل المرض كمان صح ولا لا يبقى اكون فريف روم انفيكشواز اللي هي الامراض المعدية اللي عن طريق الدم زي الهيبوتايتس اللي والتقابل كابي دي زي الايدز زي 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 دي انت اخر مرة تضرعت بالدم انت هتقول والله من شهر هقول لها خلص انت ما تنفعيش لازم يعدي تلات شهور يبقى ازملكوا دلوقت انا اقولها بصي الدونر هتقول لنا صفاتها ايه تاني بس انا اقولها الاول وانت تقول ايه اول حاجة انها تكون من اربعتا من كان من تمنتاشر لستين وازملك ازياد من كان في اميميا ولا مفيش اتنقل في خلال تلات شهور ولا اكتر يبقى يكون اكتر مش اقال البعد كده ايه حاجة تمام مش مكتوبة بس بيهتموا بقى او في نقل الدم انها مكونش تعملت مع الاسنان في خلال تلات شهور الاسنان الاسنان ان ما ارحدش الدكتور سنان ليه لان الاسنان اقل لمسة في الدم على طول فخاطر جدا شغل الأسنان فأو سؤال لازم يتسئل رحت الدكتور سنان في خلال ثلاث شهور لو راحت في خلال ثلاث شهور يبقى ما ترحش ما ينفعش ما ينفعش يتاخد عين الدم نعم لان ما بيدنش على في خلال ثلاث شهور ممكن العدوى تتنقل بس ما بتظهرش على في خلال ثلاث شهور عرفت الدمار ايه طيب اتفضل انا قلتها بدالي طيب ركزها جماعة لازم يكون ايه بالنسبة للرسيبيانت ان يكون يعني زميلتكم مثلا طيب لو هي ايه نيجاتيف لو هي الدونر ايه نيجاتيف يبقى الرسيبيانت يكون ايه تنفع ايه موزتف طالما الدونر طالما هي خدت من دونر ايه نيجاتيف يعني الملأمله يبقى هي تنفع تكون ايه بوزتيف؟ ايه بوزتيف ياخذ من الاي نيجاتيف عادي Sheila مشكلة النيجاتيف لياخدش من البوزتيف، البوزتيف هو اللي ياخد ماشي؟ فالاي بوزتيف ياخد الاي نيجاتيف لانه زيا ياخد الاي دي بوزتيف ياخد لانه yu andd ياخد—والاي دي نيجاتيف ياخد. وتحب؟ اخدوها قعدة. انا ببوزتيف للدونر ايه؟ عليه لو الدونر��، والريسيبيانت خد منه ملائم يبقى معناها ايه ان الريسيبيانت دهوت يا اما نيجاتيف يا اما بوزطف واتحطوا الصورة اهم حاجة الدونر يكون هو نيجاتيف اصل انسوا الموضوع ده لكن اللي انا عايزكم تعرفوه انكم بتابول ملائم تاني حاجة برضك للتأكد يا جماعة افردوا ان دي اي نيجاتيف وازملكوا ايه نيجاتيف بس عايز اتأكد في فنك الدم بيقوموا جايبين عيين الدم من دي وعيين الدم من دي يعملوا كروس ماتشن ويشوفوا الدم تجلط ولا لا واتحط الصورة يبقى دي بالنسبة للايه للريسيبيانت وبعمل كروس ماتشن تفضل يا بنت طب بالنسبة للبلوب بقى ركزوا معايا ايه رأيكم البلوب هحطوا الزنك الدم عند درجة حرارة 100 عند درجة حرارة 4 هخزانوا 3 شهور يعني اقصاها اقصاها 1 عشين يوم طيب كيس الدم انا باخد منها كيس دم 500 ملي لا لا اتى مش 120 انا لو خدت مثلا وليكن وليكن 300 ملي مثلا او 250 ملي هضف عليهم 120 حاجات تانية مكونات تانية المئة وعشرين دول هضفهم علشان يحافظوا على الدم هضف ايه عشان يحافظ على الايه يحافظ على الدم وزوت كلوتنج عشان يمنع عشان ما بقاش في تجلق هيبقى فيه ديكستروز علشان النورشمنت التغذية هيبقى فيه خترك اسد عشان يحافظ على البي اتش بتاعت طيب انا دلوقتي الدم جيت انقله كان محتوظ في بانك الدم عنده درجة حرارة اربعة هجعل له كده وانقل على كل لازم هدف فيه هدف فيه ليه لان في حاجة اسمعه سوديم بوتاسيام بامب على جدار الريد بلاد كورباصر لما بيكون محتوظ في التلاجة السوديم بوتاسيام مطلق دي يشغاله ماشي فهلاقي البوتاسيام دوق بره الدم في البلازمة كتير والبوتاسيام ده خطير لما بدف الدم البوتاسيام يدخل لريد بلاد كورباصر فبالتالي بحافظ على الشخص محصلوش حاجة اسمها هايبر كاليميا بمنتهى السولة يا جماعة ركزوا معاك كلمتينه بس عايزكم مش عايز اطول عليكم عشان ما اكتوهش لان السولة بوتاسيام بامب ده موضوع كبير عايزكم ترفهموا حاجة واحدة بس ان الدم لما بيكون في بنك الدم بيبقى كمية البوتاسيام في البلازمة كتير كتير لو انا نقلت الدم بارد البوتاسيام هيبقى كتير اوه في الدم حصل يعني البوتاسيام فيه لخبطة في الايونات لخبطة الايونات ده انك توقف القلب وتخليه ما يشتغلش فانا بدف فيه علشان ادخل البوتاسيام جوا ايه جوا قراط الدم الحمرة فقللت برة ده امان ان انا انقله الميكانيزم ايه وقانيته مش عايز اقولها لكم عشان ما اتهوش يعني مش مطلوبة منكم انا بحاول على قد مقضة الحاجة اللي مطلوبة منكم اقولها الحاجة اللي مش مطلوبة ما بقولهاش واتحط الصورة يبقى بالنسبة لزمي لكم اللي هي البلد محتاج ان البلد ايه يتخزن في درجة حرارة اربعة مش هزيد من واحد وعشرين يوم فيه مكونات بضفها للدم عشان تحافظ عليه وتغزيه وان الدم يبقى وارمد لفور ترانسفيوز يلا يا بنت اتخذر يبقى انا فيه بريكوشنز ريليتد للدونر بريكوشنز ريليتد للريسيبيانت بريكوشنز ريليتد للترانسفيوز بلد الدونر اتكلمت على الاج على الويت على البرجر على القانيمية موجودة ولا لا على الانفكشوف ديسيز على الاد دم انت وراح لدكتور سنان ولا لا بريكوشنز ريليتد للريسيبيانت البلد جروب يكون متواقنة وبعمل قبل نقل الدم على طول بريكوشنز ريليتد للترانسفيوز بلد اتكلمت على الستورج بلد يتم ازاي الكس الدم بيبقى مكوناته دم وإيه كمان المكونات اللي بنضفها وقلنا انه بندف كس الدم قبل ما ايه قبل ما نقله طب ايه مشاكل البلد ترانسفيوز ممكن من شطارتي نقلت دم خطأ يعني واحد فاصيل الدم ايه جبت له بالخطأ دم بي هيعمل كارثة صح ولا لا بقول عليه ايه يعني الدونر كان ايه عمل يعني ايه دي فاصلة دمها ايه ودي فاصلة دمها بي الاسرفس انتيجين ايه البي عندها انتي ايه صح ولا لا سأل ايه مع الانتي ايه هالخي يقصى الانتيجين انتيجي بادو ري اكشن تلزق في بعض تمسك في بعضها تلزق في بعضها قرات الدم تعمل كتل كده تتكتل ماشي اما تتكتل من لزقة ومسكة وبعدها قتل دم ماشية تعمل ايه بلوكس مول بلاد فيسل في شعيرات دموية وبلاد فيسل صغيرة تقفلها وما تقفلها ما فيش دم ما يوصل للجزء ده صح ولا لا فيحصل حاجة اسمها اسكيميك بانشستة اندباك يعني تخيلوا ان الاربطيري رايح يغزي الشفت وتسد نتيجة الكلام فيها ماشيست بان يعني في اسكيميا ولذلك كنتوا بننقل دم دايما عيني على العيان في واجع في صدرك في قلم وتحب في اي مشاكل حاسب واجع فيها قتة في جسمك تاني حاجة عندي ان الاربسيز انتشن انتبادر اكشن والاربس اللازقت في بعضها هتتكسر يحسر ربشر للرد بلد كوربصل طب الريد بلد كوربصل اتكسرت انا عارف ان الريد بلد كوربصل مليانة هيموجلوبين الهموجلوبين هيمشي في البلازمة الهموجلوبين يعمل ايه هيزود البلد بسكوسيتي اللي زوجها بتاعت الدم فيبقى تقلع على الهارت يعمل هارت فاليار فشل في وظائف القلب البيلوروبين الهموجلوبين ده هو يتكسر ويعمل لي السبغة اسمها بيلوروبين البيلوروبين ده هو هو المسؤول عن حاجة اسمها جندس يبقى الهيموليتك جندس اللي هي الصفرة فهتلاقي بعد الايه؟ بعد ما تنقله دم يقولك تصفر عنده جندس الهيموجلوبين ده وقت ممكن يروح للكلية ويتحول لمادة تانية اسمها اسد هيمتيل تترصب في التيوبيولز بتاعة الكدني تترصب في الكدني تعمل حاجة اسمها أتيوترين الفيلير فاشل في وظائف الكولية يبقى الهيموجلوبين لو مش في البلازمة يزود البلاطفسكوستو يعمل هارتفيلير لو اتحول للبيليروبين يعمل لهيموليتك جندس لو اتحول الاسد هيمتيل في الكدني يعمل أتيوترين الفيلير اما الاربسيز بتكسر جواها برضك فازو كونستريكتور صاريسنس يعني حاجات بتضيق العوعية الدموية فبردك تعمل أتيوترين الفيلير لأن الدم اللي يحلق كلاه يبقى ليل فبعد الأواد بتتريليز مواد بتتوسع الشعيرات الدموية والفسد بتعمل فازو دايلاتيشن فتعمل سيفير هايبوتينشان تقطو يوطو ويعطو الأرض يعني بالطالي هل الانكمباتابول بلالت ترانسفوشن دا كويس؟ لا غلط تكارثة ببص لو فيه اسكيميك شست بين هشوف فيه هارتفيلير حصل هشوف فيه هموليت الجندس حصلت أكيد تريد إن الفيلير حصل هل حصل هايبوتينشان؟ كل دي الدلالة إن دا إيه؟ إن كومباتابول بلالت ترانسفوشن فيه خلايا دم تانية غير الريت بلالت كورباصل فيه white بلالت فيز وفيه بلالت اتنقلوا مش ملأمين فيعملوا حاسية يبقى أنا ممكن يبقى فيه نتيجة نتيجة يحصل زي الإيدز والهيبوتايتس بكتيريا يعني تلوث بالبكتيريا حساسية طيب إنت قاعدة في الاستقبال أو في المستشفى واحدة صاحبتك حبيبتك الروح بالروح بتحبيها زي ما بتحب شارون بالظبط فأنت عايزة تتخلص منها تعالي يا حبيبت دا مش بتكيش من زمان تعالي من شكلك هدتان كده انتي عمدينك كياس دم كويسة وبتاع وقالت لها خمس ست كياس عملت لها حاجة اسمها ما انت بتعزيها قوي خلاص؟ عايزة تخلص منها ماسف بلالت ترانسفوشن قالت كمية دم كبيرة قوي ايه المشكلة بتاعتها؟ ايه المشكلة ايه المشكلة بلالت ترانسفوشن ايه المشكلة بلالت ترانسفوشن اول حاجة يا فوليام اوبرلوت يعني انا دخلتك حطيت كمية دم كبيرة قوي في الجسر تقلع القلب القلب مش يقدر اشتغل ممكن يحصل تاني حاجة ايه رايقوب ان ما نقل كمية دم كتير عرضة من الاربسيس تتكسر صح ولا لا؟ اما تتكسر الهيموجلوبين بيطلع الهيموجلوبين من مكوناته الحديد فالحديد يزيد يحصل حاجة اسمها ايرن اوبرلوت ودي كارثة برضا اما الحديد يزيد في الجسم ده اضرره كتير جدا البوتاسيوم انت عادة تنقلي دم كتير قوي قوي عرضة ان البوتاسيوم اللي في البلازمة بقى زاد قوي فيحصل حاجة اسمها هايبركاليميا تقدي الى ايريزميا تغير في شغل القلب والاسي جي الوراسم المخطط القلب اللي هنكلم عنه كمان شوية في الكارديوفاسكولر هيتقصر ويعمل مخبطة وممكن يقدي الوفاة انت عندكو والسيتريت اللي قلنا في مكونات كس الدم جوه الشخص اللي اتنقله الدم بتحول لبيكاربونات فكل منق الدم كتير كل ما البيكاربونات تزيد يحصل الكالوزيس الكالوزيس بيبقى معها دايما بنقص في البلاز كالسيا لان الكالوزيس بتعمل وبتعمل دي ايونيزيشا يعني ايه بتخلي الكالسيا مش في الايونيزي فور فيقل يحصل هايبوكالسيميا فيانا الحاجة اسمها تيتان تيتان يعني ايه ولسه حالة شايفة مبارك وانا في الكلية طالب في احدى السنوات في احدى السنوات الدراسية بدون ما محبب فاجأ قالوا تعالى شفت ايه على الكرس كده وبيتشنك ماشي عرق شديد مش قالي لاخد نفسه وتشنه جاه الواضح ان الواحد بيفكر سجنة كذا حاجة من ضمنها مقص الكالسيم فمجرد ان انا قلت له بس اكتم نفسك ومش قادر قاد التشنجات ومش قادر ينسكها اكتم نفسك وامسك نفسك على قد ما تقدر فكتم نفسه بدأ التشنجات تهدى لحد ما راح تخالص اللي حصل ان هو عنده الكالسيم قليل وانا قلت له بعد كده بعد ما فاقلت له روح للسيبال اعمل التحاليل واشوف مستوى الكالسيم قديها عشان تاخد العلاج الملازم اللي حصل ان الكالسيم عنده قليل وكان بوردر لاين يعني كان على الحروق روك فممكن يكون توطر او تنرفز او زعل او حاجة فالكالسيم قام نازل مرة واحدة اما نازل مرة واحدة حصل له تشنجات لان الهايبوكالسيم ينص الكالسيم بتزاود حاجة اسمها قدرة العضلة على الانقباط فتلاقيه حصل تشنجات انا قلت له اكتم نفسك كتمت النفس دي تعمل ايه زي ما ناخد فرص بيريشن اما تجتمي نفسك الكاربون دا يتكون جوا جسمك يتكون والكاربون دا يتكون ثاني اوكسيد الكاربون ثاني اوكسيد الكاربون دا اسيدك حامضي فزود الحموضة جوا جسمه اما زود الحموضة رفع الكلس فرجع للطبيع واتحط الصورة يبين انا بقول لكم الحكاية دي ليه عشان تفتكرون ان الالكالوزيس تعمل هيبوكالسيميا وتعمل تيتال كذلك ان المسل بورد تنسوشان مهم وحطلوكو حتى سؤال امسكيو ومحطوط كم من الاهداف في حاجة اسمها دي فيوز انترسكوات واجروبه تخلي بالكم انا دا نقل دم كتير دا كمية الاربس كتيرة هتخضط في بعضها وهتسهل عملية تكوين الكلوت يستخدم بزيادة عن اللزوم هتستهلك الكلوتينج فاكتورز اللي موجودة في الدم فتخلي الشخص دا عرضة للنزيف تعرفها بس كم عشان ما اتهوش ان سوء الديفيوز انترسكوات واجروبه ممكن تنسوك الكلمة دي لكن تفتكرهم ان ممكن هيقل الفايبرينجين ويحصر بليدينج تندنسي يبقى التالي كومبليكيشن اوف كومباتابل بلود ترانسفيوجن ممكن نتيجة الابنورمال كونتينت انزي ترانسفيوز بلود نتيجة دي سيز ترانسيميشن بكتيريال كنتاميناشن الليرجيك ري اكشن بي سنستيزيزيشن نتيجة موجود ايه الموجود الهويت بلوتسل او البلاتل الماسف مهمة جدا بكرر اهو ومتبسطة مش هتلاقوه تبسط اكتر من كده في الداتة شو هتلاقي في في هتلاقي في الكلوزيس وهيبوكالسيميا تيتني هتلاقي طيب كده انا اكتلمت على ايه على البروت ترانسفيوجن ايه انديكيشن ها بريكوشنز اول حاجة ديفينيشن ثم انديكيشن بريكوشنز كومبليكيشن المناعة المناعة بمنتعة البساطة ايه منيكي معناها ايه كباسيتي اوزابادي توريزيست باسوجينيك ايجا خلي بالكو يا جماعة حاجة تسمعها كل يوم واحدة كل شوية تقول لي الولد ده ما بيعدش اسبوع اللي لو ماكشف عنده دكتور البيت ده هيك ما بتاكلش وتعباني ومطلع عناية وكل اسبوع عنده دكتور وكل ما روح لدكتور بتقول لي المناعة بتاعتها ضعيفة يبقى مناعة يعني ايه مقدرتها انها تقاوم العدوى انها تقاوم المشكلة المرض صح يبقى ريزيستنس تو باسوجينيك ارجانيزم ده أقول عليها اميونيتي بقى اميونيتي كاباسيتي مقدرة الجسم انه يقاوم اي باسوجيني اللي هو مرض او اي حاجة طيب انواعها ايه فيه او يعني حاجة بتولد بها وفيه حاجة مكتسبة زي ايه 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 رايقوا يا جماعة الجلد طول ماه سليم ما فيش مشكلة افضل انك اتهورتي وروح تتقشري بورتوانا والحاجة بقى انسكينها مع ورق دي كده جرحاها بعد شوية بقى يبقى فيه واجع بعد يوم هتلقى التهبت صح ولا لا بعد يوم تاري ممكن تعمل الصديد لو انت ماخدتش علاج او غيره ايه اللي حصل الجلد كان بوروتكتف ربنا حتطرق الجلد دي وسيلة حماية مناعة مناعة انت مولودة بها يبقى اول حاجة عندي الاسكين بوروتكتف جانس انفكشن يقول لك الماء ده بتقرقش الزلط قاعدة تاكل وتشفض الماء مش نظيفة حلبسة اللي قدام المعاروش المستشعى وتاكله جيمي من عند فلان وجيمي من عند فلان ومش حاملة للدنيا هامل ايه لان ربنا يلزقك بال HCL اللي بيطلع من الاستومج علشان يعمل يعقم يعقم الاكل وداخل شوفوا الرحمة بتاحت ربنا يبقى ال HCL في الاستومج ليززون سلايفا الرئ بتاعك ده السلايفا ما نجي نتكلم في الديجست ده في مواد بتاكل الميكروبات برضا فاجوستيكسل اندفرنت اورجن بصوا يا جماعة ايه رأيكم من اهم الناس في المجتمع اللي الناس مش حاسة بقى عامل المظافة لو عامل المظافة غاب يوم عن مكان هتلاقي بقى مزبلة صح ولا لأ عامل المظافة يجي كل يوم يشيل الزبالة اللي حضراتكم تعملوها ويشيلها يرميها بقى المكان مضيف ربنا حطط لينا في كل خلية ايش عامل المظافة ده عامل المظافة اسمه فاجوستيكسل فاجو يعني اكول سيتيك يعني سل فاجوستيكسل خلايا اكولة لو اي حاجة ريمنة حاجة بقايا موجودة في الخلية او في التشو دي بتاكلها وتخلص الجسم منها تنظفها دي وسيلة حماية طبيعية لو ما كانش فيه فاجوستيكسل هيبقى في كارثة الزبالة هدفتكان جوه جسمنا البنادن سهل او يموت يبقى دية اسمها النيت او انبورن طب اكوارد حاجة مكتسبة يقول لك خلي بالك انت مش مش جات لك العدوى الفلانية خلص الطمانية تتخذ مرة واحدة وخلاص حتى كان فيه حاجة اسمها الحصبة زي الجدر زي الحصبة كانوا بيعملوا حفلة حصبة ماشي يقول لك ايه طالما ايه طالما عيل في العيلة خد طب ما ليه مولاد العيلة كلهم ياخدهم بالمرة علشان تتعرضوا لها وكلهم ياخدوا الحصبة ما تقول لهمش تاني غلط لان المناعة مختلفة عيل عدة من الدور ممكن عيل التاني ما يعديش القصد ايه دي اكوارد دي مش حاجة ايه مولود بها تتعرض لميكروب والجسم يطلع مناعة ضده يبقى ايه مولود بها ويبقى ايه مولود بها ويبقى ايه مولود بها يعني الجسم اتعرض لميكروب فاكرين حالا وانا بكلم على ال الاربس من العي راحة للام فكونت اكساب مضادة صح ولا لا اتكون اكساب مضادة في الام ايه دي وسيلة من الايه مولود بها بيبقى مرض مناعي وفيه رومطايد وفيه الميسINS يا جمزة وهل في العبرات عيزة ادوكم الثالة الثالة شهير قوي فعرفين يا جماعة اللي women ما ننخفش من اللواس nor من الحمى الروماتيزمية لان اللواس تسبب حمى الروماتيزمية الحمى الروماتيزمية الي in периوض هاي ندورattend من انواع الجهاز المناعي ليطلخط ماشي واذا؟ الميكروب اللي داخل بيروح على المفاصل ويغير في تركيبة حاجات فيها فيخدع الجهاز المناعي يخليه يطلع عجسامه ضده ضد المفاصل يروح على القلب ويغير فيخلي الجهاز المناعي يحارب القلب بتاعه فتلاقي العيام ده بيعاني من مشاكل في المفاصل ومشاكل في القلب وممكن الكلية يده اوتو اميون دي سيد يبقى الاميوني في ديفينيشن الكلام تعالى ديفينيشن اخر حاجة قد نقول للاسئلة بقى جماعة كلمتين صغيرين عام اعرف اعلام الثلاثة ديفينيشن حاجة اسمها لوكوسيتوز حاجة اسمها لوكوبيني حاجة اسمها لوكيميا لوكوسيتوز يعني الهويت بلد سيل عداده كتير هذا هوائد بلد سيل كوي انواع ايه؟ ممكن تكون حاجة فيسيولوجية ممكن تكون حاجة با 당시كرا الفيسيولوجية يعني لو واحد بس بيعمل امساوس انت جاية ومشيتي مسافة لو جيت تشوفي الهويت بلد سيل عامك هتلاقى الزادة بطولوجيا الواحد اتعرض شوية برد الفنوانزا معرفش بالزات باكتيريا الانفكشن لو واحد اتعرض لالتهد كتيري تلاقي الهويت بلاتسيل ايه زادت طب ليكوبينيا بقى بينيا يعني قليل لكو يعني هويت بلاتسيل ليكوبينيا يعني فيه مقصف الهويت بلاتسيل اسبابها كتير جدا من ضمن اسبابها ان فيه بولمرو فيه المصنع مش شغال اللي هو البولمرو اللي هو انه خالي ايه العزم شطاط لوكيميا قبني اعافي الجميع كل اللهم يا جماعة اللي هو سرطان الدم فيه ماركت انجريز ان هويت بلاتسيل كون بيبقى بالملايين ونورماليه العدد من 4000 ل11000 لكل مليميتر مكعد متخيلين انه يوصل لمليون لعشرة مليون كانت عدد كبير جدا بس العدد في اللمون عدد لكن مش شغال اتنورمال هويت بلاتسيل فالعيان ده ده مليجنة ده سرطان قبني اعافي الجميع مرض خبيه السبب الوثابي يكون ايه سيفير اناميا اناميا جديدة ليه لان البولمرو غالبا اتدمر او العيان بياخد علاج كيماوي فهيدمر البولمرو لباس سيفير اناميا بليدنج لان البليتلت برضك اتدمرت والانفكشن انه هويت بلاتسيل العدد يكتب لك مش شغالة عرفت يعني ايه ليوكوسايتوزيس يعني العدد كتير بس وزين ليمت مش مش لوكيميا يعني ليكوبينيا العدد قليل اللوكيميا ده ماركت سيفير انكريه يبقى في البلاد ان جنرال اتكلمت يا جماعة على البلازما بروتينز اتكلمت على الانسو بيوس فاكتورز افكتن اللي هي مستيزيس ميكانيزمي وزي ما بقول وعيد وزيدي يا جماعة الله يهديكم الكلام اللي انا قلته اقولوا عبروا عنه بالطبع اللي انا قلته عندكم كتاب هوت عندكم data show عندكم الفيديوهات على اليوتيوب خلاص اي طريقة وزي ما بقول مش قرآن ده مش قرآن قوموا افهمهم وقوموا باللي انتوا فاهمينه والاسئلة زي ما بنحل ما انا قلتلكم اغلب الاسئلة ان شاء الله هكتوبها في اللي احنا بالحلها دي اتكلمنا بعد كده على الاريسول بلاس سولس في تاريس كلامنا عنها المهاردة البلوب ترانس فيه دي الاهداف الرئيسية اي هدف من دولة سئل يلا هنحذل الاسئلة وبعدين اخد بريد بصوا يا جماعة اول سؤال عنه ها ركزوا يا جماعة ان ايام دي عضل تميل بلازما فوليانز ها تلاتة ونص لتر شطرة ها ها البيومين شطرة طيب طيب الوا الايه يا ظلمة الاوتو السي اوتو بيتشال بالبلازما بروتين لكن الاكسوجين بيتشال بواسطة الاربس بالهيموجلوبيل نكمل دا يا جماعة مية وعشرين يوم مية وعشرين يوم السؤال اللي بعد كده اريترو بيتين فورميشن از نوت استيميليتد بعض ها لا ناخد نشوف حد تاني قولي استروجين شطرة لكن الحاجات التانية باستيميليت الاريترو بيتين فورميشن نورمال فيكنس اف هيموستيز ها اقول يا بنتي رقم C اللي هي الوكال باسكولار اسبازم بلاك فورميشن بلاك فورميشن ايه رأيت لا فكروا كده اول حاجة ثم بلاك فورميشن بلاك فورميشن يا جماعة مش انا اقولك اقولي وانا اقولك هقولها تاني ركز يا جماعة ادي هي الاجابة اول ما يحصل انجري بيحصل باسكولار اسبازم عشان يقلل النزيف اول ما يحصل باسكولار اسبازم البليتلت بتتنشط وتتبلازع في بعضها وتعمل بليتلت ملاج عشان تسد اتجامعة البليتلت هندخل في مرحلة تكوين البلاك فورميشن اللي هي الجبيرة الجيمس اللي انا قلتلكو عليه عشان يقرب الجدران بتاع الشعيرات الدمائم او البلاك فورميشن بعد كده الهيليج واتحة الصورة يا جماعة يبقى الاجابة دي اللي هي بليتلت بلاك فورميشن ثم الهيليج السؤال اللي بعد كده لا حد تاني ها قولي يا بنت ايه ايه فيه سؤال لا 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 قلنا يا اهو هبارين 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 از هبارين از اه ممكن يكون متناش ماشي بصوا يا جماعة هبارين از هل هو هي ايه? اللي هي فاكتور تمانية. شطر. بي بي فاكتور تمانية. طيب انتجين ايه? ايه بوزتر. شطرة. لان عندنا سيرفيس انتجين ايه? الان ايه? او لا تاني ركز يا جماعة. واحد عنده سيرفيس انتجين ايه? مش انا قلت انا بسمي الار بي سيستابع للسيرفيس انتجين? لو ولي что surface antigen A بقى black group A. معندوش الantiA. معندوش surface antigen B. يبقى ايه بس? يبقى black group A. عنده surface antigen RH يبقى positive. يبقى كده بقول عليها A positive. A positive تعني ايه؟? تعني انه عنده surface antigen A. surface antigen RH. وعندوه في البلاسمة antiB. ويتحط. طب واحد في دمه B positive. تعني ايه? انه عنده surface antigen B. وعندو surface انتجين ار اتش وانتي اثل بلازم. وتحط الصورة. يبقى الاجابة عندي بلاد جروب ايه? ايه بوزيتف. السؤال اللي بعد كده قولي. طيب هنقول هنقول. طيب من اللي عايزة تقول? شاطر. الياسي. او اي بي اي بي. سهلة قوي. او اي بي اي بي. احفظواها كده. طيب من اللي ما قالش? ها? من معلاتش قولي يا بنت. يبقى ايه? اه نيجة فشاطرة. قلناها ايه? ايه? طيب اخر واحدة قولي يا بنت. ماسف بلاد ترمسف يوجد. هي؟ الاجابة ايه? 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 ماسف بلاد الترمسف جغل فيها هيبر كاليميا. في ايرن ايه? اوفرلود مش اير ديفيشنسي. الاجابة الصح هي ايه? هايبر كاليم. ركزوا يا جماعة. اللي جابها الصح هي ايه? هايبر كاليم يا. طيب ركزوا معي بقى سهل قوي. هقولها بقاكم بسرعة عشان الوقت. خلاص. هقولها علشان الوقت ركزوا يا جماعة. بلازمة. ماشي? ده سيرة. صح. غلط. صح. 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 ركزوا يا جماعة. غلط. من خمسة لعشرة دايز. صح. احنا قلنا اكتر في الستات عن الرجالة في نفس السن. لان عندها ريلة بانيميا. طيب نوصل. ماتش. اول خطوة ايه? في دول. ان يحصل تشو دامج. ثاني خطوة. ثالث حاجة. اكسبوز دو كولاجين اتراكت بليتلت. ثم بليتلت بلاك فورميشن. واخيرا بلاد كواجوليشن. تاني او لا تاني. الفيرست استير ان يحصل تشو دامج. الساكن استير حصل لوكال باكتولار بلاد كواجوليشن. دي فاين سهلة بقى. اي واحدة فهم ممكن تتسقت. ماشي يا جماعة? ركزوا معايا. ركز يا بنت. سبعة واحد من عشرة سبعة واربعة من عشرة. اتكتبت سبعة مش مشكلة. تاني اهي. ما فيش مشكلة. سبعة واحد من عشرة لسبعة واربعة من عشرة. تكتب سبعة صحة. السبعة ده الايه? المتوسط. الرينج من سبعة واحد من عشرة لسبعة اربعة من عشر. م cooldown يا جماعة اه ايه اذا نتضم ليو في ميجيلو بلاستيك انيمياز انامياز و او في اazeSí اللي اتنين بيعملوا لي ميجالو بلاستيك انامياز يعني اه انامياز الخليجات بتاعتها كبيرة. في حالات ايه في حالات فيه في حالات في حالات فيتامين ك لسه اللي سألنها النهاردة في بيربرا هيموفيليا في ريستو بلاستوزيس فيتاليس ماشي طيب قوز ايه اعراب الماسي هتلاقوا فيه ايه هتلاقوا فيه كالسيميا واتحط الصورة في تيتاني واتحط الصورة ازمني الحاجات واضحة يا جماعة اه دا ايه الانصر كيف بتاعتنا ايه اه دا ايه الحالة دا واضحة احنا اتكلمنا عنها اللي هي البربرا اتكلمنا عنها واضحة جدا حالة بيربرا واضح ان ايه حجم الايه البليدنج تحت الحالة بقت واضحة يا جماعة زي ما اتفاقنا خلاص حالة والبربرا والبربرا قلنا ممكن تكون سبب ايه يا اما نقص في العدد يا نقص في الوظيف بتاع مين بتاع البليدلت اه دا الريفرنسز بتاعتنا ماشي يا جماعة ارجو ان الامور تكون واضحة يا جماعة رب بنقص لحالق